رجعنا من جديد هنعمل كيكة دلوقتي حلوة جدا وسهلة جدا الكيكة دي عملناها من كم شهر وجلنا طلب ان احنا نعيدها تاني هي كيكة الفتافيت هنقول مأذير بتاعتها وبعد كده هنتكلم عليها 3 كوبات زي ايه 5 بيضات فانيليا كوبات زي ايه 3 تربع كوبات سكر كوباة ونص لبن معلقة كبيرة بيكين فاودر معلقتين كوبار كجاو خام وحستعمل كوبات لبن مكسف و3 معالق زبدة ده عشان الحشو هاجي اعمل ايه اول حاجة حضرة بالبيض بسم الله مع الفانيليا انا هحشيها هنا باللبن المكسف بس انتي ممكن تغيري دي يعني انتي ممكن تعملي زبدة فول سوداني زبدة فوزق ايه نوع كريمة اللي انتي عايزاها تعمليها ديه علشان كمان درجة السكر ما تبقاش مسكرة قوي هاجي البيض هحط السكر والزيت بضرب لغاية لما يبيضوا ويختارطوا كويس جدا حاجي هحط الدقيق واللبن بالتناوب وقلب وانزل بالباكين فاودور طبعا مع الدقيق علشان تتكون عندي عجينة كيك طبعا لازم انخل جامد عشان بصوا التكتلات دي كلها لازم تروح ماينفعش يبقى فيها اي تكتلات وإلا بازت من الكيك كلها هيبقى طعمها مش حل وحتلاقوا كل اللبيض دبين فيها بعد كده هحط بقية اللبن وهمسك كده ومن النص البره علشان كلها تختلط مع بعضها وبعد كده هلم بقيه بالسيليكون زي ما تعود بس هفكها الأول عشان بصوا تبقى نعمة شايفين لازم يبقى خليط ناعم زالس علشان تبقى الكيكة مضبوطة ما فيهاش اي نقط خلاص هاجي اجيب صنايتين صنايتين مستطلين عاديين خالص او مدورين موما صنايتين كبار عشان تبقى ايه رفيعة طبقة الكيكة انا مش عايزات خينة خلاص حقسمها حقسم المقدار ده لاتنين النص المقدار هحط فيه كاكاو والنص التاني حسيبه ابيض وادخلهم الفرن على 180 بتاخد حوالي 25 دقيقة دقيقة علشان تستوي وبتطلع بالشكل ده اجيل اتنين شايفين انا عامله مرفيع اوكي ده مقدار الكيك خلاص هنحطه في الفرن وقلنا على 180 هاجي واحدة بيضة واحدة فيها شوكولاتة وهاجي بعد كده بالقطاعة الطعم دورة واروح هعمل لكده اهي بنفس حجم القطاعة بقطعهم كلهم وحاجي اللي بيفيد ده هقطعه فتفيد كده اهي شايفين دي الفتفتة بتاعت الكيكة دي وحاجي هنا نفس الكلام ايوا اهي عشان كده هيسمع كيكة الفتفيت اهي فين بول الفجم دي الفتفيت البيضة هنعمل الابيض نفس الحكاية برضو واللي يفضل هفتفيتهم اهي كده خلاص هفتفيت دول علشان اشتغل بهم زي كده اعيزة بولة بعد كده اخلط الزبدة بتاعتي مع اللبن المكسف اللبن المكسف مع سأنا جيب معلقة مع الزبدة زبدة طرية بصوا الزبدة لازم تبقى طرية ما ينفعش الزبدة تبقى ناشفة اهي وما ينفعش تبقى سايلة تبقى طرية انا لديتها نص دقيقة في المايكرويف اهي هاجي بقى امسك اول واحدة اهي هلزقهم مع بعض خلاص وبعد كده هدهن من فوق ومن الجوانب اهي هشيل الزيادة هشيل الزيادة واروح حطاها في الفتافيت الشوكولاتة هعطها في في الشوكولاتة والبيضة هحطها في البيضة هنعمل واحدة واحدة اهي اهي بص اهي اوكي اهي اول واحد هنيجي نعمل البيضة بنفس الطريقة هحط هنا شوية وحط دي عليها وبعد كده اهو طبعا بشيل الزيادة عشان ما تبقاش طبقة سميكة بس ايه اهي هشيل كل الزيادة دي هحط هنا فوق طبقة بسيطة بشيل الزيادات بس عشان ما تبقاش عندي كتير وحاجة هحطها في الفتافيت اهي اهي هوروح لازقا انا بحطش من تحت بس من فوق ومن الجوانب اهي بس ايه رأيكم بتتقدم شكلها حل وقوي وبسيطة جدا ما فيش اي حاجة اهي اهي شايفين الحلوة هنحطها جنبه اختها ادي دي الشوكولت ودي الفانيلا او السادة اهي اهي حلوين بصوا شايفين ما فيش اسهل ولا احلى من كده كيكة حلوة وبسيطة وسهلة والولاد بيحبوها وحتى انت لو عندك ديوف بتقدميها لهم حلوة جدا انا كمان بقى لو عندي ديوف عايز اعمل لها ديكوريشن حل وردة صغنالة عجلت السكر الملونة بحب دايما نقطعها ورد وخليها عندي احتياطي ما بيحصل لاش حاجة بتقعد بالسنة واروح محطالها مثلا وردة بينك عليها وردة حمراء اي حاجة بيبقى شكلها خرافي عايز اتقدميها كده هي حلوة شغالة زي الفل هاروح بقى دوقتي الفاصل وارجعلكم بعد الفاصل تاني استنونا